أكد رئيس نيابة الطوارئ بالخرطوم مصطفى أبشر أن النيابة ستقدم أسماء وشخصيات اقتصادية مرموقة للمحاكمة بقانون الطوارئ وقال مصطفى أبشر في تصريحات صحفية عن إحصائية بأسماء شخصيات اقتصادية تعمل في تجارة العملة قدمت لمحكمة الطوارئ خلال الأيام الماضية مؤكدا إصدار عقوبات بحق الساعين لتخريب الاقتصاد ومجددا تأكيده بأن فرض قانون الطوارئ ليس خدفه ملاحقة المحتجين في الشارع العام